وفي ذات السياق دعا فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قادة دول العالم للتحرك من أجل وقف الحرب في أوكرانيا لما ينتج عنها من آثار مدمرة وانهيار للاقتصاد وأهدار للموارد وانتشار للفقر والأمية والمرض والكراهية وطالب شيخ الأزهر قادة العالم بالعمل بكل ما في وسعهم لاحتواء الموقف بأقصى سرعة وقال ابذلوا كل ما في وسعكم لإطفاء نيران الحروب اتحدوا وسخروا جهودكم لإنقاذ المستضعفين والمشردين فالتاريخ سيذكركم بما حققتموه لشعوبكم وللإنسانية من استقرار وعدل وسلام